القديم على قدمه في المطبخ التشريعي للمجلس النيابي بلجانه وهيئة مكتبه وبدت المسافة بعيدة في الجلسة التي انعقدت تحت قبة البرلمان بين نواب المعارضة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في الظرف المصري الذي يمر به لبنان وتهديدات الحرب التي تلوح في الجنوب وهو ما تظهر في رفض رئيس المجلس اقتراح النواب سامي لجميل نديم لجميل ومارك دو اصدار توصية عن المجلس النيابي تؤكد الوقوف الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وضرورة تجنيب لبنان الدخول في حروب لا طاقة له على تحملها الا ان بري رفض الامر مبررا ان الجلسة مخصصة لانتخاب اللجان فانسحب عدد من نواب المعارضة من الجلسة نواب المعارضة من كتل الكتائب الجمهورية القوية تقدم تجدد خط احمر لقاء شمال وبلال حشيمي استبقوا الجلسة ببيان تلاه النائب اشرف ريفي اكدوا فيه رفضهم ان يكون لبنان وقودا في نار مصالح دولة اخرى ان انتظام العمل في مؤسساتنا هو حاجة ماسة وطارئة في هذه المرحلة بالذات وهذا الانتظام لا يبدأ سوى بانتخاب رئيس الجمهورية وفق الاسس الدستورية لنبدأ من بعدها عمل استعادة الدولة وتحصينها في النهاية نحن كنواب في البرلمان اللبناني وموصلي الشعب والامة جئنا نقول لا لا للحرب لا لجر لبنان نحو الدمار لا لتحكم اي كان بسيادة لبنان وبقرار الحرب والسلم لا لادخالنا في مجهول مغامرات لا مصح للبنان فيها المجلس النيابي مدد لهيكلياته الادارية في الجلسة التي فاز فيها بالتسكية هادي ابو الحسن والاعون كاميناي سر والمفوضين الثلاثة اكوب بكرادونيان عبدالكريم كبارة وميشيل موسى كما تم التجديد للجان النيابية من المجلس النيابي مجدولين عيد صوت لبنان